نروح ليه مين بقى لتعقد تعقدنا احنا قلنا تعقدنا مع فريرا فريرا حقق دو بوتولتين الدوري وكاس فهو افضل مدير فني في هذا الموسم بالتأكيد ارقامه بتقول هذا الكلام الحصول علاقة بالدوري والمصري للموسم التاني في تاريخه مع الزمالك حقق البوتولتين سنة 14-15 اللي تتكره مع برضو المشاركة المنطرة منصور كان فريرا هو المدير الفني لهذا الفريق نادي الزمالك الحصول على كأس مصر التاني في تاريخه مع الزمالك ايضا مرتين وربعه مرتين يعني حصل على الدوري ومترين على الكاس حقق سلسلة من الانتصارات وصلت الى عشر مباريات في الدوري معادلا الرقم القياسي في تاريخ النادي اللي انا كنت شرفت به سنة 88-90 كنت احد عضاء هذا الفريق الناجح مع الكابتن عسان بهيج رحمة الله عليه عشر مباراة متالية بدون هزيمة ومكسب بس وده طبعا حققه مستر فريرا تحقيق طبعا سلسلة اللي هزيمة 18 مباراة في كل البطلات مستمرة الى الان يعني الحقق دلوقتي الزمالك 18 مباراة لم يهزم يحسب برضو فنيا لهذا الرجل الدفع والجرأة في انه هو يدفع ببعض الناشئين العشر ناشئين منهم خمسة اساسيين بالعبو دلوقتي في نادي الزمالك فدي طبعا بالتأكيد جرأة كبيرة جدا لمستر فريرا وبالتأكيد طبعا فريرا له فضل فني كبير جدا فانه نادي الزمالك يتوج بهذه البطلات هذا الموسم